إذا يثيرون مسألة الروبوتات يقول لك ماذا روبوتات سلبية مش هكذا هذا مو صحيح الكلام يعني يقول لك روبوتات تسيطر على الأرض الروبوتات أبدا ما تقدر السيطر على الأرض ما هو السبب أريد أن أوضح مسألة الروبوتات فشلت فشلا ذريعا لا روبوتات تحدث ولا زرع شرائح أطلاقا لماذا سوف أوضح بالرسم لاحظوا معايا تسمعوني بالإعلام الخطأ بالإعلام أنه يعطي يعني هو المتابع المتابع خلي نعمل شير وأوضح لكم الفكرة المتابع المتابع ينصاد وأوضح الصيدة هم ماذا يقولون هم يركزون على السلبية يقول لك مثلا الروبوت يسيطر على الأرض انتبهوا الروبوت يسيطر على الأرض هذا ما يحدث أبدا الروبوت يسيطر على الأرض لا يحدث أبدا سوف أوضح لماذا لا يحدث أبدا ما هو السبب هو الخطأ أقصد الخطأ أنه الإنسان ينصاد من هذه النقطة أي نقطة أنه هو يصدق بالسلبية في حين هو لا يعرف الإنسان ممكن يصدق بالسلبية في حين أن الإنسان لا يعرف أن الإيجابيين شغالين الإيجابيين الكائنات الإيجابية الطاقة الإيجابية الكائنات الإيجابية شغالين بمليون ضعف أقوى أقوى من فبركات السلبين كيف سوف أوضح لكم يعني ماذا يحدث هذه الكائنات الإيجابية الكائنات الإيجابية تراقب باستمرار ركز على الكلمة تراقب باستمرار كل حركات السلبيين أنا أسألكم سؤال لماذا الكائنات الإيجابية تراقب باستمرار كل حركات السلبيين ممكن شخص نفتح مناقشة لماذا وتوقفها بالمناسبة وتوقفها أكتب هذا وتوقفها لماذا ما هو السبب يعني ممكن شخص يسألنا يقول لك ليه الكائنات السلبية عفوا ليه الكائنات الإيجابية تراقب باستمرار كل حركات السلبيين وتوقفها ما هو السبب ما لا تعتقدون يلا أنا أنتظر أجوبتكم ممكن تفكرون أستاذ ممكن بسبب أنهم مش عاوزين الحروب تتكرر تاني لأنهم يعني زي ما حضرتك قلت أنهم متعبوا من الحروب وسيطرة الكائنات السلبية في الصابق فخيفين الضمار اللي حصل قبل كده أنه يحصل تاني ويبقى فيه تفرق بعائنات الكونية هذا جزء من الجواب صحيح لكن فيه فيه عامل جدا مهم أنه يجب أن يراقبون وباستمرار أنا أريد أن ناقشكم بشيء مثلا ندروميدن انتبهوا الآن عندهم سفن السفينة الواحدة بقدر القمر عندما تسمع هذا نقول لك ركز هذه السفينة سفينة ندروميدن التي حجمها بقدر القمر أيش عام تعمل يعني هذه فقط طيكي يعني يتفسحون انتبهوا انتبهوا هذا أمر مهم واردكم أن تشاركوا هذه الأجزاء هذه الأجزاء مهمة عندما أنت تسمع عندهم سفن السفينة الواحدة بقدر القمر طيب نحن كلنا نفكر هذه أيش يعملون يعني يتفسحون هذا شيء نقول انتبه فكر فكر جيدا هذا شيء الشيء الآخر ندخل في السفينة نفسها ماذا نجد طيب حنجد عسكريين اندروميدن وسياسيين اندروميدن وعلماء اندروميدن وشاشات مراقبة وتخطيطات مش هكذا فقط ونرى سفينة اندروميدن تتصل بسفينة اندروميدن أخرى ونرى سفينة اندروميدن أخرى تتصل ب بالكائنات السعودية ونرى يعني هي هكذا يعني أنت مش تسمع نعم سفينة اندروميدن بقدر القمر وتتجاوز يعني تتجاوز المعنى لا استاب استاب هذه في داخلها شعوب تراقب وتشتغل وتخطط وتفكر وتتصل من المركبة بمستوى السادس والسابع والثام والتاسع فهذا الروبوت ايش حيعمل ألم يفكر الإنسان مسألة إعلامية سيكلوجية هاي بتاع الروبوتات كلها ما تحدث فبرك فهذه الكائنات الإيجابية تراقب وحتى لو ندخل بالمراقبة جدا دقيقة أصلا نفس لدراكونيان يعرفون فيه نفس الروبوت يعرفون فيه طيب ما هو الروبوت إذا صنعوه بالأرض طيب هذه جدا متطورة تصنع مليون روبوت إيجابي يعني ما يقدرون يصنعون مليون روبوت إيجابي بنفس واحد يوقفون هذا الروبوت ألم يفكر الإنسان وهذه شغالة 24 ساعة نقول بهذا المعنى الآن نرجع للسؤال ليه تراقب باستمرار كل حركات السلفين أنتم أجبتم أو طالب أجاب نقول جزء يعني من الجواب صح لكن هناك أعمق الأمر أعمق يجب أن تعرف أنه عندما تسمع الفابركة السلبية ما تنجح أبدا لا روبوت ولا لأن الكائنات الإيجابية باستمرار 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 لسبب مهم باستمرار تراقب وتتدخل أيضا أريد أقولكم حاجة فتحنا هذا الموضوع أنتم تعرفون هناك تفاوض يعني الاندروميدان يذهبون إلى كواكب الاندروميدان للتفاوض ودراكونيان يذهبون إلى كواكب الاندروميدان للتفاوض عندما أنت تسمع الاندروميدان هناك عندهم سياسيين وعندهم مفاوضين على خبرة عالية وعندهم أيضا روحانيين الاندروميدان سياسيين علماء عسكريين نعم هكذا روحانيين مختصين بالرياضيات مختصين بالفيزياء مختصين بتأريخ مجرة التبانة هو هذي كائنات هي هكذا تعيش فهو الأمر مش إنه هذا روبوت يحتل الأرض لا هذا جدا ضعيف الروبوت والزواحف والدراكونيين والرماديين انتهى زمنهم نبقى بالسؤال ايش تعتقدون ممكن تفكرون أكثر ليه الكائنات الإيجابية تراقب باستمرار وحتى توقف كل هاي الفابركات ما هو السبب يجب أن تعرفون هذا الأمر ولهذا أيضا حتى كل شخص يسمعني يقول له اطمئن اطمئنان عظيم المقبل وبعد المقبل والعهود القادمة كلها جميلة وعظيمة اي نعم لأنه تحرر من الفابركات كله لدراكونيين تركوا المجموعة الشمسية الزواحف الرمادي كله الخلاص هكذا نعم وهذا الموجود الآن الموجود العصر الذهبي للأرض وللمجموعة الشمسية وحتى لكل الأكوان اي أستاذ عزيز أنت بالنسبة للسؤال ف الكائنات يعني أول حق الكائنات الإيجابية عندها تكنولوجيا عالية جدا ومتطورة عن الكائنات الدراكونيا صح أنا حتى هذا مبارح ناقشنا أريد أن أوضح لكم لو نعمل مقارنة نعم تكنولوجيا لندرومدن وتكنولوجيا لدراكونيا لندرومدن أعلى لأنهم دائما الندرومدن باتصالات الندرومدن دائما باتصالات مع الأعلى من عندهم السادس والسابع وهذه السادس والسابع والثامن جدا متطورة فهو لو نعمل مقارنة صحيح الدراكونيا ممكن هذا يزمكم التكنولوجيا بتاعتهم قديمة نعم تعرفون اي نعم مش مش زي الندرومدن اي حقيقة يا عزيزي انت اه وتاني حاجة انه هم لو ما تدخلوش يعني لو ساووا الدراكونيا يفبركوا على الأرض ومدمروها فداها يأثر عليهم وهم وعلى مجتمعاتهم اي صحيح عشان كده بيبقى فيه تدخل مراقبة باستمرار يعني باستمرار وجدنا قوية انتم لو تعرفون كم القوية مو هسا هنرجع اهنا هذي عندما اهنا نسمع ونريد ان ننبه الذي يسمعنا عندما انت تسمع الاندرومدن عندهم مركبة بقدر القمر مش فقط تسمعها وتتهيك خلاص لا قول هذي ايش تعمل يعني وطيب اذا دخلنا فيها شعوب من الاندرومدن يشتغلون مختلف الاختصاصات فيزياء تاريخ الارض كينيا تمام سياسيين عسكريين طيب اتصالات مستمرة مع الكواكب الاخرى المركبات الاخرى اي هو هكذا هذي حياتنا فانت يجب ان تعرف ليه نحن نقول هذا انت ايضا تستعد لمهمة يجب ان تعرف هذا الامر طبعا كلنا هكذا نرجع للسؤال انا لماذا رسمت هذه الدواء لحظه هذه الكائنات كلنا نعرف تعيش بمستويات فانا رسمت يعني مثلا نقول هناك كائنات الكائنات الايجابية تعيش بالمستوى الخامس هيك فقط هنا ماذا نكتب الخامس تمام اللي هي الاندرومدان والكائنات الاسودية وهناك كائنات اعلى ايضا تعيش بالمستوى السادس معايا وهناك كائنات اعلى تعيش بالمستوى السابع وهناك كائنات اعلى تعيش بالمستوى الثامن موجودة يعني شعوب وحضارات متطورة وكائنات بالمستوى التاسع وكائنات بالمستوى العاشر ونمشي وكائنات بالمستوى الحادي عشر ونستمر نستمر إلى أين نصل إلى أن نصل إلى السورس العقل الكوني الذي هو يجمعنا كلنا معي هذا العقل الكوني طيب الآن ننتبه إذا هم تركوهم يعني الكائنات الإيجابية تركوا الدراكوني كما أنتم وضحتم نفترض يعني تركوهم تماما فقط أرجع هذا العقل الكوني هنا الذي يعني يجمعنا العقل الكوني المكون فنرجع الآن إذا نفترض الكائنات الإيجابية لم تكترث تمام تركوا العنناكي والدراكونيين والزواحف تركوهم هذه سوف تسيطر على الأرض الآن السلبيين معايا تسيطر على الأرض ويسيطرون على المجموعة الشمسية ينتبهوا سوف يقولون آهان انظروا نحن خالقين نحن آلهة سوف يتكاثرون ادخلوا على الخامس طيب إذا أخذوا الخامس عفوا ادخلوا على عوالم المستهات الخامسة وإذا لم يكترثوا الإيجابين لم يكترثوا فالآن الدراكونيين يأخذون الخامس قالوا يقولون آهان انظروا نحن الخالقين ونحن المسيطرين ونحن الأفهم اصعدوا على السادس نعم وهذه كانت خطة الدراكونيين كانوا عاوزين يبلعون الكون ممكن وإذا بلعوا السادس طب اوتوماتيكين حيصعدوا للسابق وحيصعدوا للثامن طيب أين يصلوا يعني يبلعون يمكن يبلعون الخالق نفسه فهذه ما بتفيد الكائنات الإيجابية ولهذا يجب أن يراقبوا تحركات الدراكونيين أو تحركات السلبين بأعلى درجة من أجل كما أنتم وضعتم من أجل الحفاظ على انسيابية الكون هذا المصطلح انسيابية الكون أو الحضارات الكونية وبالتالي تجد دائما هذه ما تقدر ما يقدرون إطلاقا ما يقدرون أبدا فتجد دائما أما في استسلام يهربون إلى كوكب آخر بالخفاء يعني الآن ماذا حدث الآن؟ الآن الاستسلام الاستسلام تام أنا أقول لكم تام يعني ولماذا الاستسلام التام؟ لأنه حتى الدراكونيين أغلبهم لدراكونيين أصبحوا إيجابيين وأنناكي أصبحوا إيجابيين انتبهوا هذا الأمر زواحف دراكونيين حتى قسم كبير من المجتمعات السرية يتحاولون على الإيجابية نعم البشر يتحاولون إلى الإيجابية فالوضعية السلبية والفبركات السلبية انتهى زمنها فيجب أن هكذا تنظر إلى الكون والمعادلات الكونية يا شباب مش أنه أنت تسمع الإعلام يطبل على الروبوت لا هذا هيكي هذا هيكي أبداً ما عنده أي تأثير إطلاقاً إطلاقاً لا هم ولا الدراكوني ولا الزواحف الآن أبداً أوكي فهو هذا التوضيح وهم حتى أليكس كوليير أريد أن نوضح بالمناسبة أليكس كوليير يقول أنه الإندروميدان عندهم تكنولوجيا هذا كلام أليكس كوليير أشاركه معكم يقول أن الإندروميدان عندهم تكنولوجيا يقرؤون المستقبل الاندروميدان كلام أليكس كوليير الاندروميدان يقرؤون المستقبل فالاندروميدان اكتشفوا أن الدراكونيين عاوزين يبلعون مجرة التبانة أو أعتقد قال مجموعة الشمسية كلها يبلعوها ولهذا التحرك الآن تحرك الكائنات الإيجابية بسبب أن الاندروميدان يقرؤون المستقبل وكرر يكتشفون أن خطط اليدراكونيين كانوا عاوزين يبلعون الأرض والمجموعة الشمسية وأعتقد ما بعرف هل قال يبلعون مجرة التبانة والمجموعة الشمسية مش متأكد لكن يكتشفوها الاندروميدان هذه الأمور يعني ماذا علينا أن نفعل نحن نصلي من أجل السلام والمحبة مهم هو هذا حقيقة أهم شيئ الآن دورنا نعلن السلام في الأرض وفي المجموعة الشمسية كل واحد يسمعني الآن رجال نقول كلنا نعلن السلام في الأرض ونعلن السلام بالمجموعة الشمسية ونعلن السلام في روح اليدراكونيين وروح الزواحف وروح الاندروميدان وروح الكائنات السودية وروح كم الكائنات الكونية قولوها رجال نعلن السلام في روح الدراكونيا نروح الزواحف وروح الأونناكي وروح البشر نعم وروحßer وروح الاندروميدان وروح اليسودين والخير والحب في الأرض والخير والحب في كل الكواكب وفي كل الأكوان وتعيش كل الكائنات بسلام وتعيش شعوب الأرض بسلام آمين 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 آمين